السلام عليكم وطالع مي بروز رجعت لكم فيديو جديد وماكبانج جديد مستوني اجيت من احد المطاعم القريبة وجبت لي هاي الوجبة خنشوف شنو عدنا اليوم هنا شوفوا هاي مسبحة سورية الصاج سندويشة الصاج شوف هاي السندويشة الصاج السورية هاي الدجاجة المشوية ممتاز غالقها باحكام شوف هاي الدجاجة شوفوا البخار بعدها حارة يلا وين هم عشاق الدجاجة المشوي شوفوا هنا شنو عدنا هنا طبعا علاقة متروسة ترس حاطلي بيبسي دايت اللي هنا باعلي هنا شربه ولبن مالح موجود شوفوا هاي كمية الصاصات الفضيعة الموجودة اوكي هسا فتحت الصاصات بالكامل خليهن هنا ما عدي مجال صراحة الصينية انتلست شوفوا هاي الشاورمة اقول لكم عليها نظرة خلوني ابدي بي من ابدي خلا بدي بهاي الدجاجة مدام بعدها حارة يلا تفضلوا وشوفوا البخار مدام بعدها هو هذا الشو الصحيح من بينه وين شو نسويها هاي نغطها هنانة بالمسبحة السورية شوفوا هاي المسبحة بزيت الزيتون يلا عيني تفضلوا هلو بطالة بطالات امي بروز هلو بطالة بطالات امي بروز هنا طبعا حبيت انوها على مسئلة بانه الدجاجة مثل ما جاي شوفوها يعني شوي بيه لون اسود مستويه اكثر من اللازم هذا الشي انا طلبت من ابو المطعم لان مره من البرات اشتريت واحدة من غير مطعم ويعني الداخل مالها كان ما مستويه بطالقة صحيحة وبيه لون احمر من الداخل فهذا الشي سوى عدي اقطة صراحة وظليت اطلب الدجاج مستويه اكثر وبنفس الوقت الجلد مالها يصير كريسبي ومقرمش وبالنسبة لي هذا الشي افضل من الجلد العادي الطبيعي شون هذا الطعام الرهيب شونه هذا الشوي الصحيح وشونه هاي التتبينه الخيالية ماذا هنا عدي جبن حار شونه هاي التشيز شونه هاي التشيز سوي له هاي الشكل اخذ الدجاجة ماشي شونه هذو الشوي صراحة فالشي اشبه بالخيال نسويها صح شوفوا هذا الصدر تحس بيها الدجاجة يعني يعني طرية ومستوية بالكامل خنجربها هنا صدر هو يبين شوفوا هذا فلفل يمكن حار شوفوا البخار شوفوا هذا المشروب وعندي اللبن بس الباور رايد ما استغل لأنه يعني هو نصحني بالمطعم قلي يخذيها مسبحة وبالفعل هاي النصائح ولا بلاش نفتح اللبن المالح هذا عيران اللبن المالح مثل ما جاي شوفون يا الله هو نهم عشاق الدجاجة المشروبين شوفوا الخبزة شلو انت يا خبزة انت سويلي سندويشة خلوني اسويلي سندويشة دجاجة سندويشة الصدر دجاجة حق بيها شكل دجاج مزيلا هنا عندي خاشوقة مسبحة سورية مغرقة بزيت الزيتون وعليها خيارة لو نشيل لخيارة خلي بس مسبحة هاي الطريقة شنو بعد تريدون عليها شوية فلفل شوية من هاذا الصاص ما دري شنو شوية شيز جبن اوكي كافي تعاي الخبز هذا السوري تلفها الشكل بهاي الطريقة تتناولها شوية 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 المترجم للقناة أنا صراحة مستمتع بهاي الوجبة المترجم للقناة نقولون امي بروز بينما انتر تاكل سونا اسئلة واجوبة بس يأخذ من عندي وقت الفيديو إذا أضل أحجي زايد وأجاوب على الأسئلة يعني كل فيديو صنع نص ساعة يعني ما أدري ألت هي أكل أسوليف فوالا مادر 3 1 1 2 1 2 2 1 1 فيديو بث مباشر شربت بأكبر كوبنس كافيه و لا يوجد شيء صراحة بعد مثير للاهتمام الى درجة انه اسويلي فيديو يعني مو من هذا النوع عالم بين يوم و ترايك منزل اكو بعض الناس منزل فيديو على روحه مني يهتم مني يهتم بك لا اعرف موضوعهم شوفوا الجناح الشوية عجيب غريب الدجاجة مكسبة و بنفس الوقت طريه و بنفس الوقت طريه ايه اللي مسبح ايه ايه طبعا حموص هو حموص بطحينه و زي زيتون بمشاغلات يعني مالتها بهارات و مدل شنو الصيف الشي رهيب خلوني افترس هاي الدجاجة بالكامل حتى احول عليه الصاج ايه 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 دجاجة ملاقة طبعا من الحجم التشبير يعني مو دجاجة عادية وزينها كيلو نصدقليبا روح الاعظام مالتهي ايه شقد بيها ميت غرام ميتين غرام يا اروح يلو الدجاجة ضخمة نشوفوا هاي الصاج و هذا الخبز المحمص تمنى افتحها راويكم مكوناتها بس خاف تخرب خلوني هي شاور ما الدجاج احنا شاور ما تلحم بوتياتي لا توقع الصلاحة بوتياتي وكتشب صارت على شاورمة بوتياتي صارت على شاورمة فيما أرى هذا الشكل صار ماذا هذا يفتهمون نقول لك البوتياتي أول و تالي إذا لا تأكلها دقيقين أول ما تقضيها و لم يستجد ان يفتهم لأن تبرد لكنهم عملوا سووا خطة خلوا الشاور ما عليها و كتب صارت هاي البتاتة شوف صارت هاي البتاتة صارت في الشيء أشبه بالخيال والطعم خيالي يا أبطال وهذا جناح هنا حسب علي جناح و هداي الدجاجة أنا أرغب ديتك احبتك سعرام هذا بكلordon حيا نرجع هنا شوفوا هاي الصاج هذا صاج سوري تعرفون يعني شو صاج سوري يعني هم أهل هاي الأكدة الصاج اختراع سوري بحث شاورمض داخلها تتحمص الخبزة من الجوانب يفتهم أزلي الصاصات وما خلاه نجوه بالسندويتي هذا صاص الكاري بالمناسبة صاص الكاري هذا من ألث السندويتيات اللي أكلتني بحياتي مو مجاملة بس أنا أحب الأكل السوري المطبخ السوري عشقة شوفوا هاي الصاج مؤلمات هاي تحفف البارة عن تحفف النية اللوني أستعين بالتحفف النية للسوري زيادة شكرا لا يحتاج شكرا مايونيز سوية بار مهم 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 هذه السندوية الضخمة دبل اللي جبتها عندها صغار وهذا الجبن بالفلفل مهم وهذا هم ساسماتي الشنوة مهم 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 شيքه نعم مشكوه خلق 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة